تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خطوات تنفيذ مصار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء وذلك خلال اجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد مدبولي على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكلفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مخططا تنمويا تم التوافق عليه وفي هذا الإطار تم بالفعل الموافقة على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالي سيناء وعددا من المشروعات الزراعية وتطرق الاجتماع لتفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح 500 ألف فدان بوسط وشمال سيناء بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع خط نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء ترجمة نانسي قنقر